وللمزيد معنا مراسلتنا من الخرطوم سيهام سعيد سيهام أهلا بك اختراق جوي إذن لأجواء السودانية بطيرة عسكرية أثيوبية وتحشيد وتحشيد مقابل وتصعيد وتصعيد مقابل هل الأجواء تشيب أن صداما ربما قاب قوسين أوادنا سيحدث نعم مرحبا قد يكون ذلك مؤشر لانفجار الوضع على الحدود الشرقية للسودان مع أثيوبيا خاصة بعد اختراق هذه الطائرة العسكرية للأجواء السودانية وتحذيرات السودان من أن هذا تصعيد غير مبرر مع الجانب الأثيوبي إذن فكل المؤشرات على الأرض تقود إلى مسألة التهاب على الحدود الشرقية قد تلقي بظلالة على مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاثة السودان ومصر وأثيوبيا وفي خضم هذه الأحداث وهذا الالتهاب الحدود الشرقية السودانية توجه اليوم القائد العام لقوات المسلحة الفريق البرهان إلى الحدود الشرقية لتفقد الخطوط الأمامية للجيش هناك الأهالي هناك على الأرض دعوا الجيش السوداني لمزيد من الانتشار على الأرض وتمركزه في كل الأراضي السودانية لحماية المدنية طبعا معلوم بأن حادث الاثنين اعتداء القوات المسلحة أو قوات مسلحة أثيوبية أو ميليشيات أثيوبية على المدنيين السوداني حدثت داخل الحدود السودانية على بعد خمسة كيلو مترات ودائما ظل السودان يقول بهذا معروف لدى كل الدوائر الرسمية هنا في السودان بأن السودان وقواته المسلحة هي الداخل الحدود السودانية لم تغادر هذه الحدود ولم تعتدي على أراضي أثيوبية بينما أصبحت أثيوبية مؤخرا تتنكر لهذه المسألة وترفض مسألة الاعتراف بهذه الحدود الدولية وتنادي السودان بالرجوع إلى ما كان الوضع عليه قبل أن يسيطر الجيش في نوفمبر الماضي على أراضيه في شرق السودان حيث كانت يسيطر عدد من قومية الأمهرة على الأراضي في الفشقة يزرعونها ويستفيدون منها بحماية ميليشيات أثيوبية مسلحة وظل هذا الوضع باقي لأكثر من 20 عاما أثيوبية تدعو السودان لأن يعود لهذا الوضع مرة أخرى وأن يتنازل عن هذه الأراضي والسودان بتأكيد يرفض باعتبار أن هذه حدود سودانية لا يمكن التنازل عنها ويبقى الوضع في هذا الالتهاب بالنسبة للوساطات حتى الآن هناك بيان صدر من الخارجية الإماراتية يدعو للتهدئة ولعدم التصعيد بين الدولتين الكبيرتين في القرن الأفريقي السودان وأثيوبيا نعم سيهام سعيد مراسلتنا من الخرطوم شكرا على كل هذه المعلومات ترجمة نانسي قنقر